فخلينا نأخذ الرقم الثاني اللي هو الثمانية طبعا إنجيل يوحن الإصحاح الثامن وبتهيأ لموقع الآية يعني كتير كتير جميل بيبتدي في الإصحاح الثامن بعالج مشكلة في الهيكل أحضر وإمرأة أمسكت في ذات الفعل والرب فعلا أثبت يعني عدم نزاهة الفرسيين رياءهم المبرقع وبنفس الوقت أعطاها فرصة لهذه المرأة وبعدها الجدل مع اليهود وعن الحرية وعن إبراهيم قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وعلى طول في إصحاح تسعة نشوف معجزة اللي هي عيني المولود أعمى المولود أعمى فضل الله في إنجيل يوحن أصحاح تمانية آية اتناشر أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة زي ما حضرتك أشرت إيه المناسبة؟ كان قبلها غفر لإمرأة أمسكت في ذات الفعل أين أولئك المشتكون عليك؟ أمدانك أحد؟ لا أحد يا سيد ولا أنا أدينك بس إذهبي ولا تخطئي أيضا ولألا يتبادر لأي شخص لزهن أي شخص إن الرب موافق على هذا الفعل المشين قال الرب أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلم أحب أشجع كل واحد يشوفنا النهاردة مهما كانت خطياك مهما كانت شرورك مهما كانت آثامك مهما كان ماضيك مهما كان زناك يستطيع المسيح أن يخفر خطياك ويقولك النهاردة عبارة حلحة حلوة ولا أنا أدينك ولا أنا أدينك لكن مش معنى كده إنه موافق لا ده أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة المسيح المصدر الوحيد للشبع والاكتفاء يحنى ستة المسيح المصدر الوحيد للنور يحنى ثمانية موسيقى 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 موسيقى